ابن أبي الحديد أيضا يروي في شرح النهج في المجلد الحادي عشر الصفحة أربعة عشر أن علي عليه السلام لما استنجد بالمسلمين عقيب يوم السقيفة وما جرى فيه وكان يحمل فاطمة عليها السلام ليلا على حمار وابناها بين يدي الحمار وهو عليه السلام يسوقه فيطرق بيوت الأنصار وغيرهم يطرق البيبان ويسألهم النصرة والمعونة أجابه أربعون رجلا فبايعهم على الموت قال تعالوا بايعوني على الموت أنتم مستعدين حتى للموت من أجل إرجاع الشرعية الإسلامية والأخذ بحق أهل البيت ولا شك في مقدمة هذا الحق حق الزهراء صلوات الله عليها إذ اعتدي عليها فبايعهم على الموت وأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقي رؤوسهم استعدادا للحرب ومعهم سلاحهم فأصبح لم يوافه عليه السلام منهم إلا أربعة الزبير والمقداد وأبو ذر وسلمان ثم أتاهم من الليل فناشدهم يعني شوف حاول للمرة الثانية أيضا اليوم الأول حاول جاء بالزهراء عليه السلام بالحسنين صلوات الله عليهما وذهب بهم إلى بيوت الأنصار والمهاجرين طرق أبوابهم بايعوه على الموت ما استجاب له في ثاني يوم إلا أربعة فحاول مرة أخرى ثم أتاهم من الليل فناشدهم فقالوا نصبحك غدوة نجيك باشر الصبح إن شاء الله جايين بعد الفجر فما جاءه منهم إلا أربعة إلا الأربعة نفسهم ذول الأربعة جاء وكذلك في الليلة الثالثة وكان الزبير أشدهم له نصرة وأنفذهم في طاعته بصيرة حلق رأسه وجاءه مرارا وفي عنقه سيفه وكذلك الثلاثة الباقون إلا أن الزبير هو كان الرأس فيهم هذه كما تلاحظ رواية من طرق أهل الخلاف توافق إلى حد كبير الرواية من طرقنا عن سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه فإذن قول القائل إن علي لم يحرك ساكنا قول باطل طيب لماذا بعد ذلك لم يحرك ساكنا نقول أيضا هو قول باطل حرك أيضا الساكن بعد ذلك بعد وقوع الاعتداء على الزهراء عليه الصلاة والسلام وطالبهم بنصرته وبموايعته على الموت وهدد أبا بكر وعمر وقال والله لو وفى لي الأربعون رجلا الذين بايعوني لجاهدتكم في الله يعني كان الرجل مستعدا أن ماذا أن يصنع كل شيء من أجل الأخذ بثأر الزهراء عليه السلام وثأره وثأر الإسلام وثأر رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن ماذا يصنع إن كانت الأمة قد خذلت أي يجبرها على شيء لا يمكن لست عليهم بمسيطر هذا واحد اثنين ليس له أن يستخدم قواه الإعجازية يبطل الامتحان الإلهي وأساسا لو افترضنا أنه استخدم فإنه يكون عاصيا لله عز وجل الرسول الله جعل له هذا القيد هذا الشرط إن وجدت أعوانا فانبذ إليهم وجاهدهم وإن لم تجد فاكف في يدك وحقن دمك حتى تلقاني خلص هذا هو تكليفه الشرعي لا يستطيع علي وهو معصوم صلوات الله عليه أن يحيد عنه أو أن يخالفه وإلا لم يكن علي الذي نعرفه وليس هو بمعصوم شكرا للمشاهدة